بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السبعين من سلسلة الحملة الفرنسية على جزائر وفي هذه الحلقة سأذكر بمرارة وأسف بعض ما كان يجري من المتفرنسين ومعنى المتفرنسين هم الذين اختاروا السير في ركاب فرنسا وأحبوا فرنسا وغذوا بلبان فرنسا ونسوا إسلامهم ونسوا دينهم ونسوا أمتهم ونسوا قومهم ونسوا شعبهم الجزائري ونسوا قومهم العرب وتجهوا نحو فرنسا وظنوا أن ذلك سيحقق لهم المكاسب ويرفع شأنهم في بلادهم وبين شعبهم وهذا لم يجري لهم إلا الخزي في الدنيا وإن لم يتوبوا العذاب في الآخرة وأمر عند الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء جل جلاله والقضية قضية خطيرة لنتذكرنا اليوم بأمر عمل يجري في فلسطيننا الحبيبة العملاء الذين تسببوا في قتل مجموعة كبيرة من الشهداء الذين حسبوا منهم شهداء إن شاء الله الشيخ أحمد ياسين عبد العيز الرنتيسي قادة الجهاد في فلسطين قادة العمليات الاستشهادية وهكذا وهؤلاء من دل عليهم؟ العملاء الخونة هذه مصيبة وأي مصيبة هي؟ يذكرون بالعملاء الخونة في العراق الذين يعملون لمصلحة الأمريكان ويعملون لمصلحة الحكومة العميلة يذكرون بأشياء كثيرة هذا الذي جرى في الجزائر يعود يعني يعود في بلدان كثيرة على صور عديدة متفاوتة الحدة وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وخيانة لكتاب الله تعالى وخيانة للأمة وللشعب وللقوم لكل ما يمكن أن يفكر فيه هذا انتوان لحد العميل الخائن الذي كان في لبنان ماذا فادت خيانته؟ هذا ذهب إلى مزبلة التاريخ حتى أن اليهود عاملوه وعاملوا من خان معه من اللحديين أسوأ معاملة عندما دخلوا إلى فلسطين المحتلة الحبيبة وعملوا معاملة سيئة جدا حتى أن كثير منهم فكر في الانتحار لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده ليواجه الخزية والعار ولا يستطيع أن يبقى عندهم ليواجه الذل والهوان هذه عاقبة الخوانات في الدنيا نعوذ بالله من ذلك أما جزائر ففي الحقيقة الخيانة كانت مبكرة وأسبب في ذلك لا نزكي كل جزائرين لا يمكن لشعب كامل أن يزكى هذا في الجنة إن شاء الله تعالى أما في الدنيا فإن الشعوب الإسلامية أكثرها عامل مخلص إن شاء الله لدينه لا يمكن أن يباع ويشرى مستحيل حتى لو ذهبت به المعاصي أو دية العصيان طويلا لكن لا يمكن أن يبيع دينه لا يمكن أن يبيع قومه لا يمكن أن يبيع إسلامه إطلاقا لكن هذه فئة محدودة فئة رأت أن تتعجل وأن تستفيد من مكاسب هي عليها خزي في الدنيا والآخرة فارتأت أن تسيف ركاب المستخرب الفرنسي منذ أن دخلت فرنسا في الحقيقة هذه فئة تساعدها وتعينها تكون لها عونا وتكون لها عينا على أبناء شعبها هناك فرقة أسستها فرنسا من المجندين الجزائريين كانت تخدم المصالح العسكرية الفرنسية كانت تختص مراقبة الجزائريين وقمعهم وجلب الضرائب بالقوة منهم ومنع التجارة الحدودية عليهم وهي فرقة خيالة مدربة تسمى بالصبايحية وهذه فرقة ذاقت المسلمين أنواعا من النكال والأذى وكانت عينا على ثوار المسلمين ومجاهديهم العظام في قرن التاسع عشر وفعلت بهم لا فاعل في الحقيقة وهذه فرقة وأيضا كان هناك عدى هؤلاء الخيالة كان هناك من رضي بأن يكون عمينا لفرنسا والتعبير الصحيح في بدايات حيث شاركوا بتقديم خدمات كبيرة لصالح المستخرب الفرنسي ومشاريعه في تونس والمغرب والسينيغان وليبيا إضافة إلى جزائر يذكر من هؤلاء الأوفياء للمشروع الاستخرابي والمتنكرين لأمتهم ودينهم المقدم قاضي ابن العربي المتجنس الذي يدعونا بالكومندان كادي وإسماعيل بوضربة وغيرهما وأما الكومندان كادي هذا فهو أحد أوائل المتجنسين الجزائرين واسمه قاضي ابن العربي الشريف وعرفه واشتهر لأنه تخلى عن جنسيته الجزائرية وكانت له رحلات ومهام لصالح الإدارة الاستخرابية أهم رحلته إلى القاهرة من أجل تقديم تقرير عن وضعية الطلبة الجزائريين بالأزهر عامي 1915 و 1916 هكذا الخواني يصنعون أما رحلته الثانية فقد أرسل في مهمات دبلوماسية وربما تجسسية إلى بلاد الحجاز وهي من رحلات السياسية المشهورة في العقد الثاني من القرن العشرين خدمة لمصالح فرنسا رحلته الثالثة أو مهمته الثالثة تتمثل في محاولة الوصول إلى كبار قادة وزعماء السنوسية والأستاذ الكبير المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله ذكر بعض أخباري في أكثر من موضع في موسوعته موسوعة الجزائر الثقافية تاريخ الجزائر الثقافي لمن أراد أن يرجع بولينا في هذا العصر بقوم من الحركة هكذا يسمون الحركة أو الخوانة ويطلق الحركة على كل شخص التحق بصوف العدو في صورة من الصور وأصبح يساعد على كشف عورات المجاهدين ومناضلين والحركي أو خائن من درجة القصوى وكانت الثورة تحكم عليه بالإعدام والحركي لفظة شعبية جزائرية نسبة إلى الحركة بفتح الحائل مهملة والسكون الرأ والحركة أو رجال الحركة كانت تطلق على الذين يحملون السلاح من الجزائريين لمساعدة الفرنسيين جيشا ومخابرة على ملاحقة الوطنيين والطهادم أو قتلهم ويبدو أن إنشاء هذا السلك العسكري من خوانة الجزائريين كانت الغاية منه إزعاج الثورة بمحاربته بفريق من الجزائريين أنفسهم وهي قضية نفسية صعبة حين يحارب جزائري أخاه الجزائري أو كما بالتعبير الفرنسي محمد يحارب محمدا كان الرجال الحركة يختلفون في أسنانه منهم الكاهل منهم الرجل منهم الشاب منهم الصبي اليافع وكان لهم مراكز لا يعدونها وبالقرب من مراكز الفرنسيين ويخرجون مع الجيش الاستخرابي الفرنسي في مهامه لأنهم يعرفون المسالك يعرفون الطرق يعرفون قومهم يعرفون الناس وتسببوا في مقتل كثير من المناظرين بالضبط كما يحدث اليوم عند الفلسطينيين إلا طبعا وهنا معظم رجال الحركة هؤلاء ينالوا جزائهم أثناء الثورة وبعد انسحاب المستخرب الفرنسي نفثهم حكم الإعدام وإلا من ثبت سلامة نيته وإلا من ثبت أنه التحق بهؤلاء كان الأمر غير واضح عنده ولم يقتل جزائريين ولم يدل على جزائري وهذا من إنصاف المجاهدين وإلا الحمد وكنا النساء في بداية الاستقلال يعملنا قصائد هجاء يهجينا في أغانيهن الشعبية رجال الحركة شر هجاء فكنا ينعين عليهم أعمالهم ويشنعنا على سلوكهم ويعددنا جرائمهم في الوقت الذي كنا يمدحن فيه المجاهدين ويعددنا مآثرهم ويشدنا بمواقفهم الوطنية ومعظم هؤلاء الحركة التحقوا مباشرة بفرنسا بعد الاستقلال معلمون جلسوا سيقتلون طبعا هذا أمر معلوم كان يسمون فيام ديغول القوة الثالثة كان ديغول يحاول أن يوجد قوة ثالثة من الجزائرين يتفاوض معها ينشئها يعظموا من قدرها حتى يستطيعون تفاوض معها عن جبه التحيير الوطني فما استطاع إلا أن يكون قوة من فرنسين الجزائرين قليلة جدا وقفت مواقف خسيسة من الثورة الجهادية هنا طبعا اسمعوا ماذا جاء يقول الوالي العام الفرنسي جونار حتى نعلم كيف خططوا لهذه الحركة الوالي العام الفرنسي جونار يقول أن المدرسة الفرنسية هي أساس سيطرتنا في الجزائر وذلك بخلق نخبة مثقفة قادرة على الاستجابة لأفكارنا تساعدنا وتسهل لنا مخططاتنا هذه النخبة هي التي سماها الفرنسيون خدام فرنسا الأوفياء الله أكبر انظروا للتسمية حتى تخلوا من الذوق خدام لكن هكذا هكذا إنسان إذا خان دينه ومبادئها ووطنه يستعمل مثل الحذاء أكرمكم الله عند الآخرين وفي التعليم الذي نشرته فرنسا في جزائر كان وسيلة لتدعيم احتلالها وإطالتي عن طريق إنشاء نخبة من هؤلاء وهو ما عبر عنه الدوق دومال بقوله إن فتح مدرسة أحسن من فيلق عسكري لإقرار الأمن طيب هذه المدرسة أصدرت نماذج الأستاذ محمد الهادي الحسني ذكرها في كتاب له يقول هذا ربيع زناتي يكتب في أحد عداد جريدته أو في أحد عداد جريدته مقاما بعنوان يجب أن تصبح الجزائر فرنسية ويعد احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلالها الجزائر هو 14 يوليو جزائري هكذا وهذا شريف ابن حبيلس وما هو بشريف يقول محمد الهادي الحسني يكتب كتابا بعنوان الجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي يملأه متحا لفرنسا وتملقا لفرنسيين وقدحا وسلقا لجزائرين الذين هم في رأيه المأفون لصوص بحر وقطاع قفر وذلك حنفي الأحمق الذي أكد في كتابه المسمى الرسائل الجزائرية إننا لاتينيون وذلك بلقاسم إبعزيز الذي ارتد عن الإسلام وسمى نفسه أغستين جعل من نفسه ناطقا باسم إخوتنا في جرجرة متقولا عليهم بقولي إن شباب القبائل يرغبون في الفرنسا هذه البربرية تحدثنا في ثلاث حلقات سابقة ويقول إنهم أقرب إلى النصرانية منهم إلى الإسلام كبرت كلمة تخرج من فمه إن يقولوا إلا كذبة وهؤلاء الشيعيون الجزائريون يكتبون في جريدتهم النضال الاجتماعي بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 1923 إن الجزائر ستكون سنة 1950 جزء من اتحاد سوفيتي وهذا كاتب ياسين أحد البربر يكتب بوقاحة مسرحية بعنوان محمد خذ حقيبتك وهكذا أعوذ بالله وأنا يعجبني الأستاذ محمد الهادي الحسني في فتح هؤلاء إنه كتاب جميل في فتح هؤلاء واسفت منه جدا في الحقيقة في تحضير بعض الحلقات في جزاء الله خيرا الثورة كانت منصفة وضبطوا عملوا قائمة بأسماء كل الضباط وضباط الصف الجزائرين مخرطين المخرطين في جيش الفرنسي بالمنطقة أرسلت إلى كل واحد منهم رسالة تحذره من عمله مع العدو وقد يجد نفسه بعد مدة في مواجهة إخوانه إذا لم يتب ففي الحقيقة كانوا منصفين منصفين جدا ما قاموا بقتل الناس هكذا إلا بعد التحذير بعد التنبيه بعد التذكير نعم أيضا الحركة للأسف أيام الاستقلال الاستقلال الذي وافق على الأغلبية الساحقة من الجزائرين هؤلاء بالأسف ما وافقوا وأعدوا أنفسهم للاتحاق بركب فرنسا هنا قصة مؤلمة قصة موريس بابون مدية شوطة باريس هذا المأفون الذي جاء به ديغول بعد أن أعجب بأعماله الشرسة الصعبة في قسنطينا في مواجهة الأهالي المهم كان هناك مجموعة من العمال الجزائريين جبهة الفيدرالية التحيير الوطني هذه في فرنسا كانت واتحاد العام للعماء الجزائريين واتحاد العام للطلبة الجزائريين كل هذه كانت مؤسسات في الخارج أذرعة للثورة أذرعة سياسية ونقابية عمالية للثورة في الخارج هذه الأذرعة كان لها مهام أيضا تخرب فيها بعض المصالح الفرنسية حتى تتنبه فرنسا وترعوي وتخرج من الجزائر هذا حق الشعوب حق مطلق للشعوب فأتوا بموريس بابون هذا وجعلوا ديغول مدية شرطة باريس وفعل الأفاعيل في الجزائريين المقيمين هناك وأنشأ طائفة من هؤلاء الحركة الجزائريين للأسف التي تتعقب أبناء قومهم وجعل الضباط الفرنسيين يدربونهم تدريبا خاصا على مقاومة أبناء الجزائر في فرنسا وطبعا هناك كتاب ظهر في فرنسا رسالة جامعية حول الحركة أصدره محند مومو بعنوان أنهم أصبحوا حركة الكتاب هو طروحة جامعية في علم الاجتماع من منشورات فيارد وتحدث عن دور الحركة في باريس لكنه لم يجروا على أن يقدم اعترافا بأخطاء وخطايا الحركة إزاء الوطن الأم في الجزائر المهم يعني هذه قضية من يريد أن يتابع لكن الفرنسيين دونوا كثيرا من جرائم الحركة في فرنسا ضد المواطنين الجزائريين طيب وذلك تضح من ما فعله بابون بابون هذا مضيجة شوطة باريس في الجزائرين آنذاك وكيف فعل مع الحركة إلى آخره نعم هناك كتاب كتاب صدر في يوليو ألف سمية واحد وستين صدر الكتاب من طرف وزارة الداخلية الفرنسية وعيد إصداره سنة ألفين هذا الكتاب قدم له فرنسوان ماسيرو بير فيدان ناكي المؤرخ الفرنسي المعروف صاحب عدة كتب حول جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر شارك معه المؤرخ الجزائري محمد حربي صدر هذا الكتاب وتحدثوا في الكتاب عن هؤلاء الحركة كيف يصنعون وكيف يعملون مجزرة أكتوبر ألف سمية واحد وستين ماذا صنع موريس بابون صلط الحركة على جزائريين وقلت في هذه المجزرة ثلاثمائة جزائري وألقوا في نهر السين وبعض معدن في غابة فانسان القريبة من باريس وفعلوا بهم الأفاعيل في الحقيقة وتحرك الحركة في أحياء جمع فيها جزائرون بكثرة خاصة فيها أحياء بارباس ولاغوت دور بالدائرة 186 من باريس والحي الثالث عشر من باريس ساحة إيطاليا والطول بياك والأحياء المجاورة ومارس هؤلاء الحركة نوعا من إجرام كبير في حق الأهالي ويعني هذا كلام طويل أيضا وفيه تفصيلات كبيرة وكان الفرنسيون يعجبون من الحركة عندما يقفون في الطرقات ويوقفون بعض الجزائريين ويسحبونهم إلى محاكم الإعدام أو يسرخون ما عندهم أو يستلمون مرتبات كبيرة وكبيرة جدا نسبيا واعترف أحد الحركة بأنه قام بذبح ثمانية أفراد بنفسه من تحت أمر النقيب بيير هكذا يعني مروه فيذبح إخوانه ووزعوا أيضا في الأحياء الباريسية قصد الإمساك بأي تحرك الوطنيين جزائريين ووقع الاختيار على منطقة نوازي لوساك في رومان فيل وزودوا بأجهزة تسجيل لتسجيل اعترافات المناظرين الجزائريين ومنحوا صلاحيات لتمنح حتى للعسكر الفرنسيين فاستغلوا هذه الصلاحيات الحركة وتحولوا إلى وحوش كاسرة وعاثوا في الأرض فسادا وأشاعوا الإرهاب والقتل والتدمير وسط الأهالي من الجزائريين وكانت دفعة الأولى التي تم زرعها من هؤلاء الحركة في 20 مارس 1960 تتخذ مدائرة 13 في باريس مركزا لها وبدأت هذه الفرقة في نشر الرعب في وسط الأهالي الجزائريين فكانت مقاهي العرب ومحطات المترو وشوارع منطقة ميدانا نشطا لهؤلاء الحركة وكثيرا ما أصيب الفرنسيون بالذهول ومشاهدون هؤلاء الحركة بملابس من متميزة ومدججين بالسلاح يستوقفون المرة من المسلمين وفتشونهم ويدققون في هوياتهم وانتشرت جرائم هؤلاء وممارسات المرهابية وسط سكان أحياء ومصادرة نقود الناس وغدت مقاهي الجزائريين ونواديهم عرضة الاقتحام والتفتيش من طرف هؤلاء وسادت لغة التهديد والخوف واستولى الحركة على بعض الفنادق التي تسكن فيها جزائريون وتولوا السيطرة على بريد هؤلاء ومصادرته بعد قراءة محتوى هنا تحدثت جرائد فرنسية لأول مرة عن هذه الممارسات تحركت صحف مثل لبراسيون والومانيتي والوموند والاكرواء وفرنسواء والاتريبيون هذه كلها جرائد تحركت وتحدثت عن ما يحدث في دهاليز هذه الفنادق ودهاليز هذه النوادي والأماكن من تعذيب واستنطاق تقوم بها جماعة الحركة ضد الواطنين الجزائريين وهذه كلها وجدت لها صدن كبير في باريس آنذاك هنا أيضا في الجزائر ظهرت شخصيات في الحقيقة شخصيات لامعة وجيدة لكنها سقط السقطات بعضها عجيبة يعني اسقط سقطات عجيبة حمزة أبو بكر شخصية علمية ودينية كبيرة لكنه وضع نفسه مواليا للسياسة الاستخرابية الفرنسية في مشروعها في فصل الصحراء عن الجزائر وحين طرح مشروع تقسيم الجزائر سنة 1959 وكونات جمهورية الصحراوية المستقلة سانة مصارة هو مكلفا بالحصول على تأييد الشخصيات المحلية الصحراوية لهذا المشروع كانت له محاولات وصلت إلى حد الاستعانة بالشرطة واستخدام العنف لإرغام الأعيان للوقوف معه في مشروع فرنسا الاستخرابي هذه وعدته بأن يكون رئيسه بمساعدة بعض الخوانة الآخرين المنصب الجاه كيف تعمل فرنسا إلى شراء الناس بهذا أعوذ بالله الشيخ إبراهيم بيود كان له من التزام وبعد النظر ما يحصنه من شهوة الكرسي حيث رفض المشروع من أساسه رحمة الله تعالى عليه لكن صاحب الدراسة دراسة فصل الصحراء الجزائرية وهذا ما خطوة من هذه الدراسة من المصادر يقول الشيخ حمزة أبو بكر الآن بين يدي ربه يعتد اعتذارا لطيفا جدا ورائعا لحمزة يقول لعل ترجمته الممتازة لمعاني القرآن الكريم إلى الفرنسية هي صفحته البيضاء التي حاول أن يغسل بها غروره السياسي وخطأه الجسيم في حق البلاد والعباد ما شاء الله كلام رائع وجميل إنصاف جميل لهذه الشخصية العلمية التي تورطت بهذا المشروع ونسأل الله أن يكون قتاب وعاد إلى رشدي ويقول من دلائل توبته هذه الترجمة الفرنسية الجميلة والجليلة لمعاني القرآن فهذا يعني نحن عندما نذكر ما نريد أن نذكر أشخاصا بعيانهم لأجل تشهير بهم معاذ الله إنما نريد الاستفادة والاتعاذ والاعتبار وبيان أنه حتى هذه الشخصيات ليست بمحصنة من محاولات فرنسا الاختراقية لها شخصية علمية دينية كبيرة تخترقها فرنسا بهذه الطريقة وتطوعها لأهدافها هذا هو مكمن الخطر في هذه المسألة وإنما نذكر هذا أن الشخص أن لقي ربه وما أننا علاقة به لكن إنما نذكر هذا للاتعاذ والاعتبار ولتحذير الناس اليوم من محاولات الاستخراب الكبيرة والمستمرة لاختراق الشخصيات الوطنية وجعلها تتكنم باسم الاستخراب العالمي وتترك مصالح بلادها وتترك دينها وراءها وما أكثر ما نعاني من هؤلاء الحركة اليوم في كل دولة عربية وإسلامية هناك حركة ليس في جزائر فقط في كل دولة عربية وإسلامية اليوم هناك حركة هناك خوانة يقومون بما قام به الحركة في جزائر وهؤلاء الحركة في كل دولة عربية وإسلامية يتكلمون بلسان الاستخراب العالمي ليس بلسان دينهم ولا بمصالح قومهم ولا بمصالح شعوبهم إنما يتكلمون بلسان الاستخراب العالمي هذا موجود ومعلوم وتعاني من الشعوب الإسلامية الأمرين وتعاني من تفكيرهم وطرائق عملهم ما تعاني وهذا موجود طبعا دوما وأبدا الأسف الشديد نعم وأيضا أحد الأعيان الذي نشوه مسيرة النظام للوحدة الوطنية السيد محمد مولاي الشريف فوغاس الذي نجأ إلى ليبيا في أيام الملك إدريس لكن الملك رحمه الله ألزمه بعدم التحرك ضد المشروع الوحدوي للثورة الجزائرية ثم انخرط ضمن الشرطة ليبيا وبرتبة عقيد وتخلى عن الجنسية الجزائرية نعم وكلام طويل يكفي هذا في قضية رموز الحركة هؤلاء لما جاء ساركوزي الآن إلى الجزائر قريبا يعني في زيارة ورفض الاعتذار عن جرائمه وجرائم فرنسا طبعا هو يمثلها هو رئيس الجمهورية الآن رفض الاعتذار عن جرائم فرنسا وسأتي في قضية الاعتذار بحق مفصلة رجع إلى الحركيين وقدماء المحاربين خدام فرنسا الأوفياء رجع إليهم وتعهد لهم بتعويض 200 ألف من هؤلاء الحركة وأسرهم في فرنسا الحركيون يطالبون تعويضات من فرنسا ب40 مليار يورو لضياع ممتلكاتهم يعني في جزائر لما خرجوا هربوا والأضرار المعنوية التي لحقت بهم جزائر تمتنع أن إصدار عفو عنهم في عام 2000 صرح الرئيس بوتفليقة إن الحركيين خونا وبوتفليقة وشاهد الحركيين وخيانة الحركيين في الثورة وهم من عصر الثورة شابا صغيرا وضابطا أيضا عسكريا نحن ندعو هؤلاء الحركة إلى التوبة الصادقة فإن أبواب التوبة مفتوحة لن يقفلها أحد أمامهم لن يقفلها أحد أمامهم أبدا ولا يستطيع أحد أن يقفل أمامهم وهؤلاء الحركة موجودون في فرنسا اليوم أدعوهم إلى التخلص من آثار الماضي وإلى فتح أبواب التوبة مشرعة بينه وبين ربهم جل جلاله فالله تعالى يقبل توبة عبده إذا أقبل عليه وإذا تاب إليه وهذا المنسبة لمن مارس شيئا مع فرنسا أما أبناء الحركة وأما أهالي الحركة وأحفاد الحركة أحفاد اليوم ما ذنبهم وأنا في الحقيقة أدعو كل من له علاقة بهذه القضية إلى أن يتجاوز عن أبنائهم وعن بناتهم وعن أهاليهم الذين لم يكن لهم حول ولا طول في القضية وبعضهم ولدوا بعد من رحيل استخراب الفرنسي ولم أدركوا شيئا فأولئي لا تزروا وازرة وزرة أخرى يجب أن يعاملوا تحت قولي تعالى ولا تزروا وزرة وزرة أخرى وهؤلاء اليوم يعني ما ذنبهم حتى يبعدوا عن وطنهم أما أباؤهم فهو ذنب أباهم لا يتعدى إليهم وأما أباهم إن تابوا فتوبة مفتوحة وأدعوهم وأشجعهم لإعلان التوبة لإعلان التوبة بوضوح وبقوة والتخلص من الارتباط باستخراب الفرنسي والظهور تحت مظلة الفرنسيين دوما وأبدا وكأن فرنسا هي أمهم وأبوهم وهذا الذي ينبغي أن يتخلصوا منه وهذا من علائم التوبة الصادقة فليعلنوا توبتهم وليعتذروا للشعب الجزائري وليدفعوا ديات ديات لمن قتلوا منه أو ساعدوا على قتلهم ديات شرعية يقدرها قضاء الشرعي ويقدر كل حالة بقدرها هذا ليس موضوع الآن محاكمة الآن إنما هو دعوة لكيفية التوبة أن التوبة ما تقال فقط بالكلام إنما تحقق بأشياء كثيرة وساعة إذن يتوب الله عليهم إن شاء جل جلاله هذا تحذير هذه الحلقة هي حلقة تحذير لا لهؤلاء الحلقة فقد انتهى أمرهم وانتهت قضيتهم منذ زمان طويل منذ أن خرجوا الاستخراب الفرنسي من الجزائر لكن تحذير المتفرنسين اليوم في الجزائر مما ذكرتهم من جملة من البربر قليل من البربر ذكرتهم في حلقات الماضية جملة من الفرنفونيين المتفرنسين أيضا في الجزائر اليوم هؤلاء لا يقلون خطرا عن الحركة بمناسبة الحركة قتلوا الأرواح أو ساعدوا على قتل أرواح أما هؤلاء المتفرنسون من حزب فرنسا اليوم في الجزائر فإنهم يقتلون العقول فإنهم يدمرون العقيدة الإسلامية في النفوس وهذا أعظم بكثير من قتل أرواح يعني من قتلوا الحرك قدل شهيدا إن شاء الله نحسبه كذلك إن شاء الله وتعالى لكن من يقتلوا هؤلاء يقتلونه أعوذ بالله يقتلونه يعني مدمرا منتهيا من أثر عليه هؤلاء من فرانكفونيين ومن غلاة البربر إذا أثروا على شخص ما في الجزائر فإنهم يأثرون على عقيدته على دينه على سلوكه على خلوقه وهذه الكارثة فإن هؤلاء لا يقلون خطرا عن حركة اليوم وإن أنا في ظني لم يفقونهم بكثير فإن الحركة كانوا خوانة ظاهرين وهؤلاء خوانة متخفون هذه قضية بجبنة تعرف كل من يعمل مصلحة فرنسا كل من يعمل مشاركا في حزب فرنسا اليوم في الجزائر فوخائن متخفن بل وخائن ظاهر عند أولي الأيدي والأبصار المخرج أشار بانتهاء الوقت إلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته